لتعليق على هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الستوديو الكاتب والبحث السياسي سيد شاهو القرداغي مرحبا بك يا أستاذ شاهو مرحبا تحياتي حياك الله إذن ناشطون أطلقوا واسم قبلت التحدي للتعبير عن رفض مرشحي الأحزاب السياسية كيف ترى أستاذ شاهو إرادة ثوار ثورة تشرين وإدارتهم لملف الثورة ضد الأحزاب في إطار هذا التصعيد الذي بدأ منذ أسبوع تحياتي لكم والمشاهدين الكرام حقيقة كما قال أحد السياسيين منذ بداية الثورة قال أن شروط المتظاهرين لمرشح رئاسة الوزراء لا يوجد في العراق وحقيقة هم الآن يعترفون بهذا الأمر يعني نحن نرى أنه يوميا يقومون بتسريب اسم جديد اسم كان قد شارك في عمليات الفساد سابقا ولكنهم يطرحونه من جديد لأجل إقناع الشارع بأنه قد يكون مختلفا عن ماضيه ولكن الشارع أدرك تماما أنه أي شخص متورد في عمليات الفساد والعلم في العراق لا يمكن إعطائه فرصة أخرى من جديد ليتولى رئاسة الوزراء في هذا الوقت الحرج الذي ينتظر المتظاهرون منه أولا حل مشكلة الفساد ثانيا تقديم المتوردين في قتل المواطنين للعدالة وبالتالي يرفضون أي مرشح يأتي نتيجة اتفاق العامري ومقتد الصدر يعني نحن نرى أن هذين الشخصين اتفقوا على جلب عادل عبد المهدي وروجوا بأنه شخصية اقتصادية وسوف يطور البلاد وسوف يقوم بتقديم مشاريع تطويرية ولكن صار العكس كان شخصا متورد بالفساد وأيضا متورد بدماء أكثر من 700 شخص وبالتالي أي شخص أي مرشح يأتي نتيجة اتفاق العامري ومقتد الصدر سيكون شخصا غير مرغوبا فيه وسيكون أولويته الأولى هو الحفاظ على مصالح الكتلة البناء وسائرون وأيضا ضمان بقاء نفوذ الإيراني داخل العراق ولن يهتم ولن يكترث بدماء الشهداء أو مطالب المتباهرين يعني هل يعقل أنه لا توجد شخصية تستطيع أن تدير العراق شخصية مستقلة وطنية ذات كفاءة خارج هذه الأحزاب يعني لماذا يصرون على اختيار شخصية من داخلهم طبعا إذا جاء شخص خارج نطاق الأحزاب أو خارج نطاق إرادتهم سوف يقوم بعمليات إصلاح لاستجابة لمطالب الشارع وحينها سوف يتعرض مصالح الأحزاب إلى الخطر نحن نرى أن الأحزاب لديها ميليشيات تسيطر على المعابر الحدودية تسيطر على الشركات، تسيطر على ملف النفط، تسيطر على احتكرت كل التجارة داخل العراق هذه المصالح مرتبط بشخص رئاسة الوزراء هم يريدون وضع شخصية ضعيفة، شخصية مهزوزة لا تستطيع أن تتخذ أي قرار مصيري دون الرجوع للأحزاب وبالتالي لن يقبلوا بأي شخصية قوية قادرة على فرض إرادة الجماهير وفرض القانون لأن هذا الشخص سوف يعرض مصالحهم للخطر بلا شك، هذا الشخص أو الشخصية التي يتوفر فيها شروط المتظاهرين موجود داخل العراق أو خارج العراق، وهو موجود، العراقيين لديهم كفاءات يعني لماذا خارج العراق، العراقيين يديرون الشركات يعني يشاركون في إدارة الدول، في دول أوروبية وأصحاب كفاءات ولماذا داخل العراق لا نجد هذا الشيء؟ لأن البيئة التي تم صنعها من قبل هذه الأحزاب هي بيئة طاردة لكل الكفاءات والعقول هي بيئة تقتل الكفاءات نحن نرى أن في الفترة الأخيرة بعد المظاهرات بدأوا أيضا بقتل أسازة الجامعات بدأوا بقتل الدكاترة يعني يقتلون كل أصحاب العقول حتى يبقى الجهلة والطبقة الفاسدة ويتم التعويل عليهم لإدارة الدولة وبالتالي يروجون هكذا بأن العراقيين ليس فيهم كفاءة ليس فيهم عقليات تستطيع إدارة الدولة وحتى يقنع الشارع بأنه في الأخير يجب الرجوع إلى هذه الشخصيات الفاسدة لإدارة الدولة حتى لو كانت لفترة انتقالية هناك ساليف شتى ساشاه من القمع منها مسرحية الملثمين هذه المسرحية مستمرة كما تعلم قتل هؤلاء الملثمون الثغار والمتظاهرين في الناصرية ومن جديد قتل ملثمون واعتدوا على طلاف محافظتي بواسط وكربلاء وحتى في ساحة الخلاني ببغداد من يقف وراء هذه العمال بغداد؟ أنا اخترحت منذ البداية أنه استخدام المجهولين والملثمين يبقى قاصرا على إعلام رسمي داخل العراق ولكن الإعلام العالمي والخارجي والذي لا تسيطر عليه الحكومة العراقية يجب أن يستخدم مصطلع آخر ميليشيات تعمل تحت سلطة الدولة العراقية لأننا نعلم أن حتى في المقاطع الأخيرة نرى أن الشرطي واقف وبجانبه الملثم وهذا يعني أنه لا يوجد طرف أول وطرف ثاني بل يوجد شخص نديه وظيفة رسمية مثل الشرطة يقومون بحماية الطرف الثالث الحكومة تسميهم طرف ثالث الحكومة تسميهم طرف ثالث ولكن الحكومة تقوم بحماية هؤلاء الملثمين والمسلحين والميليشيات ولا تقوم بأرقلة مشاريعهم لقتل المتظاهرين ونحن رأينا أنهم أحيانا يقفون دون سلاح الشرطة الرسمية أو أحيانا مع سلاح خلف هؤلاء يعني أنهم يغطون على إجرامهم وبالتالي هذه الأسماء التي يعني التوصفات التي خرجت منذ البداية المسلحين الملثمين الطرف الثالث مجهولين هذه فقط مجرد دعاية حكومية لتغطية الحقائق ولعدم الكشف عن المجرمين الحقيقيين ونحن نسمع دائما أنه يتم اتهام جهات خارجية يتم اتهام دول خليجية يتم اتهام أمريكا بأنها وراقة للمتظاهرين لإحداث الفتنة ولكن هذه السيناريوهات والأقاويل غير صادقة ونحن نرى اليوميا أن قادة الميليشيات يهددون المتظاهرين بالقضاء عليهم بإنهاء الجوكرية وإنهاء المثيرين الفوضى والشغب وبالتالي ينفذون هذه التهديدات على أرض الواقع وهم يخرجون بهذه الطريقة لأنهم يعلمون أن أعمالهم إجرامية وأنهم يخشون الظهور أمام الكاميرا وإلا لو كانوا فعلا فصائل إسلامية مقاومة فلماذا يخرجون ملثمين ولماذا يقتلون الناس ملثمين إذا كانوا يقاومون لأجل الحق والعدالة هذه الطريقة هذا النوع من الخروج يؤكد على أنهم يخشون من ردة فعل المجتمع وأن المجتمع ينظر إليهم نظرة المجرمين وأيضا الحكومة عاجزة عن محاسبتهم لأنهم يخرجون بهذه الطريقة ولا تستطيع أن تضع حد للقتل المستمر منذ اليوم الأول من أكتوبر وحتى الآن أستاذ شاهو عادل عبد المهدي رغم أنه مستقيل إلا أنه لازال يصرح ولازال يترأس اجتماعات مجلس الوزراء يصف الآن المتظاهرين بالمخربين وأنهم يثيرون الفوضى وهذه ليست مظاهرات سلمية رغم أنه كان في البدايات يحاول أن يجمل المشهد أو يجمل صورته أمام الناس هذه الحقيقة التي ظهر بها الآن ووصفه للمتظاهرين بأنهم مخربين ومن يقوم بقطع الطريق هو مخرب وهو غير سلمي على ماذا تدل تحديدا؟ هؤلاء سابقا قاموا بتغريب كل ممتلكات الدولة عندما كانوا في المعارضة في سبيل الوصول إلى الحكم وبرروا لهذه الأفعال واعتبروها أفعال مشروعة ضد الطغيان والظلم الآن هم لا يقبلون بهذه الأفعال وأيضا قطع الطرق وهذه الممارسات السلمية من المتظاهرين يعني حقوق مشروعة لأن المتظاهرين تظاهروا بالشكل السلمي داخل الساحات ولكن لم يستجب أحد مطالبهم يجب عليهم أن يصعدوا يجب عليهم أن يطوروا من أساليب التعبير عن الرأي حتى يضغطوا على الحكومة ولكن الحكومة التي هي الطرف التي قتلت والتي أحدثت الفوضى والتي بيدها كل الوسائل التي تستطيع إحداث الفوضى يعني نحن نرى أن المواطن العراقي يحمل علم العراق وبيده مصحف ويتم إطلاق رصاص أو إطلاق قناص على رأسه ويتم قتله بشكل طبيعي بدم بارد من قبل الميليشيات هذه التصريحات التي تأتي متأخرة جدا من عبد المهدي يحاول أن يشوه فيها من جديد التظاهرات الشعبية ولكنه يفشل في ذلك لأن صوت الشعب وصل حتى للدول العالم يعني نحن رأينا البيان الذي صدر من قبل أكثر من 15 16 دولة أوروبية تعارض عمليات القمع وبالتالي الأمر لم يعد مقتصرا على الداخل العراقي إذا كانوا يستطيعون اتهام بعض وسائل الإعلام بأنها وسائل مغرضة وسائل فتنة وسائل عمالة خيانة للخارج إذن 16 دولة هل هي أيضا مشاركة في هذه المؤامرة هذا يدل على أن عبد المهدي الرأي العام العالمي أصبح مع الثوار مع المتظاهرين عادل عبد المهدي يعلم أن ورقته انحرقت ويريد إعادة تدوير نفسه ويحصل على دعم إيراني للبقاء في منصبه وحتى يبقى في هذه الفترة القادمة وبالتالي يطلق هذه التصريحات الغريبة وأيضا قال أننا نتخذ كل الوسائل لحماية المتظاهرين يعني لا أدري هل تتخذ الوسائل ويقتل أكثر من 700 شخص ماذا لو لم يحمي المتظاهرين وقرر قمعهم إذن كان ضحايا بالآلاف هذه الإدعاءات لا تستطيع أن تشوه سمعة المتظاهرين لأن المتظاهرين ليس عندهم شيء يخافون من إظهاره هم لديهم مطالب حقا ولكن الطرف الآخر هو الطرف الضعيف الذي يخلق الحجج حتى يقنع الرأي العام العالمي بأن هؤلاء يحدثون الفوضى ولكن بعد فوات الأوان يعني لا أعتقد أن هناك أي طرف عالمي يصدق عبد المهدي أو إدعاءاته شكرا جزيلا لك أيضا ضيفنا في السوداء الشهوى القارداغي الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا شكرا لزيلا شكرا